وفي كلمته أعرب سلطان طائفة البهر بالهند السلطان مفضل سيف الدين عن شكره للرئيس السيسي وعن سعادته للمشاركة في افتتاح أعمال تطوير وترميم مسجد السيدة نفيسة إنني في هذا المحل الشريف في هذه البلدت الطيبة مصر المأمور ببركات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبركات أهل بيته الكرام علیه السلام أشكر جمهورية مصر العربية رئيسه الحبيب وحكومته العزيزة وشعبه الكريم على أن سمحت لی ببناء هذا الزريح على مقام سييدة نفيسة قدوان الله عليها المعروفة بنفیسة العلم وهي المتزينة بزينة العبادة والزهد والتقوى والحلم والإيمان والمتشرفة بشرف القرآن والمنتمية إلى الإمام الحسن المشتفى سييد شباب أهل الجنة وأسأل الله تعالى بهرمت جدها النبي المصطفى سييد محمد صلى الله عليه وعليه وصحبه وسلم وبحق أهل بيته الكرام أن يتقبل منا هذه الخدمة اليسيرة التي لا تصاب شئئا في جنب إفضالهم على الأمة الإسلامية والألالبشرية كلها كما أدل الله تعالى ينئم على فخامتكم بالسيحة والعافية وينئم على مصر وأهل مصر لنعمة البيعام والسلام والاستقرار والازدهار